أسدل الستار عن النسخة الثانية والعشرين للدور الدولي المضرب الذهبي المنظم على ملاعب النادي الملكي للتنس حيث توجه البريطاني الشاب فريارتور باللقب والمصنف 190 عالميا وذلك على حساب الفرنسي أطمان تيرينس المصنف 187 وذلك بجولتين لواحدة 646761 وبخصوص منافسة الإناثة تمكنت الإيطالية الواعدة أليونورا الفيسي المصنف 99 عالميا من الفوز على الفرنسية جولين فياردة المصنف 372 والمتأهلة من الإقصائيات وذلك بجولتين للا شيء 6375 المغرب بلد جميل هذه حقيقة أما المنافسة كانت جيدة ورائعة أنا ساعدة جدا وفخورة بإنجازي في هذه المصابقة القوية لم أكن متيقنا في بادي الأمر من هذا الانتصار خصوصا أن منافسي كان جيدا لقد تمكنتم من حسم الانتصار في الجولة الثالثة التظاهر التي عرفت مشاركة أربعين دولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للتنس سوى بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للعبة تميزت بالندية في جميع مراحلها تبارك الله عدد العام هذا كانت عدد مشاركة ديجا فعير في الكاليف كانوا يطابلو كاليف للمنحة لغاستان وليفي كانت طابلو عمر وطابلو فينال كان النفو دي الكاليف كان طالع بزاف كانت تغير تغير فوق باشي وصلوا لطابلو فينال وكما شتوا الماتش من الأول ما صعب النفو دي التنس وغل فلان انترنسون طالع بزاف ونحن في غير مواد هذا العام هذا تفرجنا وتبرعنا بهذا المقابل موعد هام إذن أثمر أسماء دولية جديدة وعدة وجدت منافسة قوية هنا في المغرب في النسخة الثانية والعشرين واكتشفت تجربة قوية ستنطلق بها لمقبل التظاهرات العالمية شكرا شكرا